قصة رواتب الأقليم نحن نعرف أن الأقليم يأخذون 12% من موازنة العراق من ضمنها رواتب الموظفين نعم يعني أنتم رواتب الموظفين موجودة في حصتكم وتستلمون حصتكم ليش ما تطون الرواتب من الحصة من 12% هي وين الحصة؟ لا يدزون أي حصصات نجم يعني كل هالسنوات وهالشهور وخلال هذه السنوات الأخيرة اللي يدزونون حصة إقليم كردستان الحصة هي مرهونة مثل ما قلت الحضرتك بالنفقات الفعلية لا توجد هذا المسمى على سبيل المثال هو غبن بحق إقليم كردستان لماذا يتم توزيع رواتب موظفي محافظات العراق في حين هما عندهم نفس الشيء يعني ليش هما ما يدى يوزعون أو ما يطون رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان هذا السؤال يعني ما له يعني تأخذون حصة المحافظات غير المنطنة بإقليم ما تأخذ حصة أنتو كيان أقليم مستقل ذا صلاحيات الرواتب الرواتب ما قد يوصلكم سنويا من الـ 12 بالمئة لا إحنا ما نسلم حصة حضرتك ما قد يوصلكم من الـ 12 بالمئة سنويا يمكن إذا أنا أحسبها من 2005 إلى هنا إذا نحسبها 5 بالمئة بالسنة شعر 5 بالمئة أنا مسؤول عن كلامي ولكن أريد أن أشير إلى هذه النقطة يعني خلال هذه السنة والسنة السابقة خلال هذه السنتين لم يتم أو حتى خلال هذه الكابينة لم يتم إرسال حصة إقليم كردستان كانت على شكل منح أو قروث من 2005 إلى العام يعني خلال هذه الأربع سنوات لم يصل أطيب كردستان سوى خمسة بالمئة سوى خمسة بهذه هاي مثل ما تقولون يعني هذا إذا مثلا كنا جدا إيجابيين ويعني نقول يا با خلي يكون هيتشي مثلا بس ولكن أنا أجزم لك حضرتك ولا فلس كحصة إقليم كردستان ما تم إرسالها من قبل وزارة المالية والحكومة الاتحادية سيد جواتيار هاي المعلومة خطيرة هي أما منح الخمسة بالمئة الخمسة بالمئة تصلكم بعد استقطاع واردات المنافذ والنقوة وما تبقى لكم يدفع بعد الاستقطاع بعد المقاصة حضرتك تقول لي لا العفو أنت تسألني تقول لي كم حصة الإقليم اللي تم إرسالها أنا أقول لك من 2005 لحد الآن ما يتجاوز خمسة بالمئة بعد استقطاع المبارك التي بذمتك وهاي الأموال من واردات هذه العملية في إطار هذه المعلومات تم إعطائها للحكومة العراقية والوزارة المالية ووزارة النفط كل هذه المعلومات تم إعطائها للوزارات ذات العلاقة ولكن خلي أنا وضح لك هذا شيء والمشاهدين أيضا إحنا خلالها أربع سنوات لم يتم إرسال حتى في الإسواحد كحصة إقليم كورسسان الأموال المرسلة كانت عبارة عن منح وقروض وحبتك تعرف هذه القروض راح تحتسب هذه القروض راح تحتسب وتنقص من حصة الإقليم هاي إذا تم إرسال حصة الإقليم زين